الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين عندما بلغ أمير المؤمنين نبأ استشهاد أخيه جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار قال الآن انكسر ظهري إنا لله وإنا إليه راجعون وكان عليه السلام أول من قال هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم للشهداء قال وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلَهُ وَيَسْتَبْشِرُونَ أما هذه الآية الكريمة فهي لكم أيها المؤمنون الصابرون المصابون المتعرضون لمصيبة كبيرة مصيبة عظمى لكم أنتم لأهلهم لذويهم لكل محبيهم الذين وأنتم منهم عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نعم شعبنا بالأمس تعرض وأصيب بفاجعة أليمة ومصيبة عظيمة في شهادة كوكبة من أبنائه المؤمنين المضحين المجاهدين الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل رضى الله عز وجل ومن أجل شعبهم وأمتهم ومطالب شعبهم العادلة هؤلاء الشباب الصفوة الذين ربما الكثير منا لم يكن يعرفهم لكن تكفي الكلمات التي خرجت بعد شهادتهم التي نقلت عنهم والتي قالوها في آخر زيارة أو قالوها قبل ذلك تنم عن شخصيات مؤمنة عظيمة صابرة مضحية متقبلة في سبيل الله سبحانه وتعالى كل ما يجري عليها نعم هذه الآية لكم أنتم ولأهلهم ولكل محبيهم وذويهم والحقيقة التي لا مفر منها والتي يجب أن تكون حاضرة أمامنا دائما أننا في صراء في صراء مع الباطل وهذا الصراء نتعرض فيه إلى جولات جولة تكون علينا وجولة تكون لنا يوم لنا يوم لنا ويوم علينا لكن الله سبحانه وتعالى جعل يومنا أطول من يومهم وجعل يومهم آنا وجعل يومنا دهرا لذلك يقول عمار ابن ياسر رضوان الله تعالى عليه قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ويقول الله مولانا ولا مولى لكم لأن العاقبة للمؤمنين لأن العاقبة للمتقين لأن العاقبة لأولئك المتمسكين بدين الله عز وجل لأولئك السائرين على نهج الله عز وجل وهؤلاء منهم وأنتم إن شاء الله جميعا منهم نعم هذه حقيقة يجب أن لا تغيب عنا أبدا المهم أن الله معنا وأننا نحن مع الله سبحانه وتعالى وطالما بقينا على هذا الطريق بقينا على هذا الدرب فإننا لا نبالي كما قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وقع الموت علينا أم وقعنا عليه وكما قيل عن علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه حقيقة بعد مقتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ومقتل أهل بيته وأصحابه الذين عبر عنهم ما على وجه الأرض لهم شبيه شبيه في المكان شبيه في القرب من الله سبحانه وتعالى بعد هذه الفاجعة العظيمة أصيب الإسلام بنكسة كبيرة جدا يعني يكفي أن يتصور الإنسان أن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام عندما عاد من رحلة الأسر إلى المدينة المنورة كان يقول رجعنا وما كان معنا غير سبعة بيوتات الآن هذه السبعة بيوتات فيها سبعة أشخاص سبعين شخص ليس أكثر من ذلك لكن هذا هو الحال الذي رجع الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام ووجد الوضع عليه كل شيء تقريبا في عيون المؤمنين على الأقل حتى في عيون شيعة أهل البيت حتى في عيون المراقبين يخال إليه أن كل شيء قد انتهى وأن يزيد قد انتصر وأن معركة التوحيد وأن معركة الإيمان قد هزمت لأن حقيقة التوحيد حقيقة التوحيد هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها هذه حقيقة الإيمان في ذلك اليوم المؤمنون وشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه وعليهم قلة خائفون مهجرون مطاردون مسجونون ممنوعون من العمل محرومون من الرزق محذوفون من الديوان ومن كل شيء كل من كان ينتمي إلى علي عليه السلام وإلى أولاد علي كان يعيش الفقر كان يعيش الخوف كان يعيش المطاردة كان يعيش أقسى لحظات حياته وكان مهدداً بين آن وآخر بأنه يشطب وجوده من الحياة ويلغى من الوجود نعم وكان الشيعة يزيد يتمتعون في الأموال يتمتعون في الأراضي والقطاع يتمتعون في المراكز والمسؤوليات يتمتعون في حياتهم يتمتعون في حياتهم مطمئنين آمنين يذهبون أينما شاءوا بعكس المؤمنين كل من يرى هذا المنظر كل من يحاول أن يتخيل هذا المنظر يصل إلى نتيجة أن كل شيء قد انتهى لكن أبالله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون نعم الإيمان تعرض إلى ضربة قاصمة نعم الإيمان تعرض إلى نكسة شديدة وعظيمة نعم لكن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا أكثر حكمة وكانوا أكثر وعيا بهذه الأمور وهذه الحياة وما يجري فيها وهذه المصاعب التي مرت عليهم لذلك بكل بساطة تقول زينب صلوات الله وسلامه عليها حين أراد أن يتشمت فيها الطاغي الباغي ما رأيت إلا جميلا ثم بجهود زينب وجهود علي بن الحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام أعادوا هذه النشوة نشوة الانتصار وزهو الانتصار في تلك المعركة وتشف القتل في الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته أعادوها إلى نكسة على يزيد وعلى أصحاب يزيد نعم كان ردهم على يزيد أن تحولت الكوفة ثم تحولت الشام تقريبا إلى ثورة داخل مجلس يزيد وإلى المحيط الذي سمح بأن يلتقي الناس بالإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال تلك الخربة من خروجه إلى الأسواق وما شابه نعم استطاع الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وزينب الكبرى سلام الله عليها وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعيدوا حال من التوازن إلى ذلك المحيط وعندما جاء أحد الزبيريين إلى الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام وقال له مستهزئا من الذي انتصر في المعركة فإن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام قال انتظر الأذان لتسمع من الذي انتصر في هذه المعركة نحن ندافع عن قيم السماء ندافع عن التوحيد نحمل راية الإسلام وندافع عن هذا الدين الحنيف ولا يهمنا أن نكون في لحظة من اللحظات غالبين أو مغلوبين فإن الكرة لنا وإن المستقبل لنا لا لهم الرد الصحيح من أهل البيت من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهو يشابه ظروفنا هذه تقريبا وإن كان ظرفنا أفضل بكثير 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 من ذلك الوقت الذي أعقب مقتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الرد الصحيح من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كان ردا حكيما كان ردا يقوم بأفعال لا يقوم بردات فعل على ما جرى الرد الصحيح كان الإصرار على زوال الدولة الأموية وإسقاط بني أمية بدأها الإمام السجاد عليها أفضل الصلاة والسلام من مجلس يزيد وبدأتها زينب عليها أفضل الصلاة والسلام حين قالت أرأيت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أنبك على الله عزة وبنى عليه هوانا فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فما جمعك إلا بدد فما جمعك إلا عدد هكذا كانت تواجه زينب صلوات الله وسلامه عليها هذا الطاغية وكان القرار الأساس هو أن هذه الدولة لا يمكن أن تبقى ولا يمكن أن تستمر نحن نقرأ في زيارة عاشوراء وَلَعَنَ اللَّهُ آلَ زِيَادٍ وَآلَ مَرْوَانِ وَلَعَنَ اللَّهُ بَنِي أُمَيَّةَ قَاطِبَةَ وفي مقطع آخر تقول الزيارة المروية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام زيارة عاشوراء وهذا يوم تبركت به بن أمية وابن آكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسان نبيه إلى آخره إلى أن يصل اللهم العنى أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين ربما آل خليفة ربما آل سعود ربما آل هيان فرحين مسرورين بهذه الجريمة النكراء لكن هذه الجريمة ما أسرع أن تتحول إلى خنجر في خواصرهم هذه الهزيمة التي يرون أنهم أوقعوها بشعبنا ما أسرع أن تتحول إلى انتصار لكن إذا نحن قررنا أن نسير في الطريق الصحيح اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك ما هدم يزيد وعمر بن سعد وعبيد الله بن زياد من الإيمان يأتي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ليعيدوه ويرسخوه في الأمة اللهم إني وأتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام لابد أن نحول تبركهم وفرحتهم هذه إلى هزيمة وشعبنا وملامح شعبنا وكل الأحداث التي جرت خلال هذين اليومين هي تشير إلى هذا الاتجاه لا تراجع لا تنازل عن الحقوق لا تنازل عن إسقاط هذه الطغمة الحاكمة المتجبرة المعتدية وحتى نحول هذه الهزيمة إلى نصر إن شاء الله نقوم بما قام به الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام والسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليهما الذي كان الشغل الشاغل لهما نعم قاموا بمجموعة من الأشياء استطاعوا من خلالها القضاء على بني أمية وأن يجعلوا دماء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وفكر وعلوم أهل البيت في فترة بني أمية شامخة كبيرة ورسخوا أرضية الإسلام حتى عندما جاء العباسيون وحاولوا بكل الوسائل الممكنة أن يقضوا على الإسلام وجدوا أن الوقت قد تجاوز وفات وأن أساسات الإسلام ترسخت في زمن الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كان أهل البيت أكثر حكمة وأبعد نظرا بدأوا بإعادة التوحيد في الأمة فقالوا قاموا بمجموعة من الخطوات وحدة أو الأولى الانشغال بالتوحيد ونشر التوحيد وظاهر ذلك من خلال أدعية الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام والمواقف الكثيرة التي كان يقوم بها كشنوا حربا على الجاهلية ومظاهرها عن طريق محاربة الغناء ومحاربة الفسق والفجور الذي كان ينشره بنو أمية في الأمة قاموا أيضا بزرع الأمل في الأمة وأن الانتصار للمؤمنين وأن العاقبة للمتقين وقاموا أيضا بإسقاط هذه الطغمة الفاسدة التي ما ضرحت أن تنتهك الإسلام وشعائر الإسلام نرجو أن تتحول إن شاء الله هذه المصيبة العظيمة على قلوبنا وقلوب أهاليهم وقلوب المؤمنين في كل مكان إلى بداية انتصار كبير على طغاة العصر على جبابرة العصر وما ذلك على الله ببعيد إلى أرواحهم الطاهرة أرواح الشهيد سامي مشيمع وروح الشهيد عباس السميع وروح الشهيد علي السنجيس وارواح الشهداء والعلماء رحم الله من يقرأ لهم جميعا سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلى الله عليه وسلم